حج علاء من الشرقية فضل يا حج علاء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل يا غالي حضلك انا اتكلمت على المزارع الكبيرة بس ما اتكلمتش على المرب الصغير يقط البار الحلاب في قد ايه بالضبط هو نفس المرب الصغير انا قلته لو هو عنده مستثمر لو هو عنده ارض كبيرة هيعمل المساحات اللي احنا قلناه لو هو عنده حظيرة حظيرة صغيرة اللي هي اللي احنا بنسمع اللي ورا البيت او المكان ده هيعمل المساحة بتاعة العجل التسمين قلنا نص متر اه عطوالة ده هيعمل لها من تمانين سنتين المتر بالنسبة للبار الحلاب من تمانين لمتر ده معنا اتصل تاني او اجب على حضرتك برضو القليوبية ده حاضر الحج علاء ده على المساحة الحج علاء من الشرقية كان يقولك ايه مساحة المساحة في القلبان انت كلمت في المزارع الكبيرة ما اتكلمتش في المزارع الصغيرة فعلا ما اتكلمتش على اللبن كانت على التسمين بس كويس نحضرتك بركز معي اللبن هتبقى لو انت عمدك عشف بقرات حلابين من اللي هما بيجيبوا انتاج عالي وعايز تحطوهم عندك ومعندكش ايه الامكانية ان انت تعمل حضير الكبيرة اللي انا قلت عليها دي هتعمل طوالة هتعمل حساب العرضي بتاعها بدل ما قلت خمسين اه الحيوات اربعين سنتي او خمسة اربعين سنتي هدي ده من تمانين لمتر ده بالنسبة لبقر والطول بدل ما هو اتنين متر هيبقى اتنين متر ونص يبقى العرض كام متر الطول اتنين متر ونص وورا مصدر المنيور او مصدر ايه المجاري اللي هتعمل الرواس بتاعها على المجاري عندك لو انت هتعمل حضيرة عندك فيها اسفلت او فيها حاجة زي كده اه تاني حاجة المكان بالنسبة لبقر الحلاب بقدر ان كان يبقى تهويته كويسة جدا وظلوا سامح ما تقفلهاش خالص ما تخلهاش مقفولة عليها ويحصل لها مشكلة اكبر من الامونيا اللي طلعها والمشاكل دي لازم الشابيك تكون مفتاحها والبعضها الشابيك عليها سلك عليها سلك عندك في الحضيرة بتاعتك عشان الدبان والنموس تقللوا على قد ما تقدر كمان فيه لو قدرت تخلي فيه مروحة او ده بالنسبة للحيوانات الحلابة اللي بتجيب قدرة عالي مروحة او مروحتين على قد الاربع بقرات او الخمس بقرات اللي عندك يبقى خير وبركة تجيب الكارولو او البتالي الحليبي اليدوي الكارولو او الحليب الالي اللي هي الوحية الحليب الالي الصغيرة تشتريها باربع تلاف او خمس تلاف وتبدأ تحلب حيواناتك اول باول بالحليب الالي مش هينفع تحلب بقرة بجيبتين كيلو او ربعين كيلو بايدك مع الوقت هتنزل تبقى خونستاش وعلى عشرين كيلو هتبعملك بشاكل اكبر يبقى وحدة حليب الالي مكان متر في اتنين متر ونص ارضية تتصرف فيها المية الهواء والتغيرات الهواء يكون داخل ومعمول عليه السلك بتاعك لو قدرت تخلي المراوح يبقى خير وبركة ويبقى عندك مبرد لو قدرت مبرد صغير يبقى افضل وده احنا قلنا يا اخواننا لو عايزين نخلي سعر اللبن صح ونحافظ على انتاج الحيواني بتاعنا اكتر الحلقة اللي هتاخد اللبن من المرب الصغير دهوت وتوديه للمستهلك لازم ندخل حد وسيط بالحيكة دي يعني المصانع الكبيرة لا بتاخدش القلبان الكبيرة لو قدرنا نعملها يبقى فيه مصنع كبير باعت ناس منه مباشر وياخده وياخده بكميته وبالتحيل بتاعه لو قدرنا نرحم الفلاح لو مرب الصغير من الراجل الوسيط اللي بيقى ياخد منه اللبن بنص الفلوس او نص السعر يبقى احنا كده هنحافظ ان احنا نربي حيوانا كتير والفلاحين يرابه اكتر لانه يهلق نفسه بيكسب من البقرة بتاعته ده اخونا علاء من الشرق اللي بارنا عاش طفال سيد ان لما لا تؤridنا احنا gotten Louis itative جهان مباشرة كيف ريانان عن الوسي ه